بعث القائد العام للكوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد السقرة برقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح الشيسي القائد الأعلى للكوات المسلحة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريفة وقال الفريق أول عبد المجيد السقر في تهنئته أن رجال القوات المسلحة يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطاء وتضحيات أبنائها وتأثين بسيرة الرسول الكريم موطنا عزيزا لكل المصريين هذا وبعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس عبد الفتاح الشيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة وبعث القائد العام للكوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد السقر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية تستخدم الثروعة